عايزة قبل ما اختم معي كلمك على نادي الزمالك يا دايعكم في اللي حصل في الزمالك في الفاتحة الأخيرة والمدرب والدعابين دايعكم في اللي بيحصل في الزمالك طبعا انا اهلاوي طبعا وا сопرء. طبعا вый الوح اللي مجودة عند العب. ولاجار انا اما افقد خمسة ستة من نجوم الفريق بتاعي. اه. في وقت دا جدا. وهم اعمدة وافضل زي ما انا صامد واكسب. انا لعبة رجالة. يعني انت طرق حمد. وابو جبل. فرجاني ساسي. اه مؤخرا بن شرقي. مصطفى محمد. اه مصطفى فاتحي. بس الستة دول اللي مشوا. معايش ستة. ونجمة كمان. ونجمة. بس انا بكلم على ستة اعمدة اساسية. صح. تتكلم اتنين في نص الملعب عندك. يهدوا اي فرقة. طريح حامد. وفرجاني. وفرجاني. اتنين يمشوا من اي فرقة خلاص الفرقة طوعة. صح. ان انت طبعا انا شاف انهم دارب كويس. وزكي. وآآ وعنده جرأة. ان انت تبقى انتف وانت متصدر الدوري. وتدفع بكمية الناشقين دي. ويلعبه كويس. بينهم ان انت لعندك رؤية كويسة. فريلا مدرب قوي جدا. ورائع جدا. طبعا. طبعا كمانهول جوزيه رائع جدا وقوي جدا وانجازات عظيمة. بس كده انت بتتبع المقارنات دلوقتي مين الافضل فيهم في التاريخ يعني. هنا يقول لك فريلا وهنا يقول لك مانهول جوزيه. طبعا. انا بص انا انا عندي قناعة ومش هتغير. اه. جوزيه مش هيجيه زي. اه. بس انا اتعملت معي جوزيه كتوتل لأ. جوزيه. اه فريلا مدرب كويس وقول لك حاجة بس اه احنا احنا ازا مالك ايامنا قد اقوى من دلوقتي بكتير. المنافسات قد اقوى بكتير الفرقة قد اقوى بكتير. يعني 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 ماتش امبي بترجيت ده. كانوا ماتشين اقوية جدا. يعني ممكن يبقى اقوى مسلا من فرقة تانية كبيرة. اه اه فرقة مسلا زي الاسماعيل في اسماعيل ده كان ماتش صعب جدا. اتحاد في اسكندرية ماتش صعب جدا. فالمنافسات مختلفة. عشان تقارن بين اتنين. حطهم في نفس الموقف. ام. انت لو رجعت الايام زي ايام الجماهير والفرقة الجامدة. لا. جوزيه يكسب. صحيح. الزي ماك يستحق الفوز بالدولة السنانية? طبعا. استحق طبعا لان هم رجالة وهم عارفين هم عايزين ايه. ده الاهل افتخده. ان انت اما بتفقد الدافع بتاعتك. اللي ثانية. خلاص الموضوع بيروح. اما حاجة عندك لعيب كرة الدافع بتاعتك. انت دافعك ايه? انت كسبت كل حاجة زي ما كبتخطيه بقال مبارا. قال لك اللعيب اهو سوسطت لقمة الهرم. خلاص انت وصلت لمرحلة بس انا كلعيب كرة مفيش حاجة اسمها قمة هرم عندي. انا قمة الهرم دي ما اوصل لهاش انا بافضل طول عمرة اسعالها. خاصة ان انت بتاعة زمالك ما بتعترفش باسبوع فات. فهات تركز في الكلمة كلمة صح. يعني انت بص كلمة اسبوع فات مش سنة فاتت. يعني انت الاسبوع ده اللي فات ده لو اخب بطولة وجيت بعد وخسرت ماتش كل حاجة اتنسلت. اه. فهو بيتكلم صح. انا من خبراتي ومن لعبي مع النادي الاهلي. كنت لعب ماتش كويس او نلعب ماتش كويس وبعدها بماتشين مسلا او ماتش نخسر الماتش اللي بعده. قالت جمهير تنسى. اه. هتقط اللهم انا كسبان بطولة. ما فيش. ما فيش. فهي خلاص انت هي سنة الحياة كده بالنسبة لك. صح. نادي جماهيري يعني اتنين ناديين اكبر ناديين في مصر وفي الوطن العربي اهلي والزمالك. جميل خلاص وصلت لمرحلة ان انا ما عنديش ثقافة للهزيمة. انا مش هتغلب. صح. فانت هتخش في ايه بطولة انت لسه انت معلش برضو. انت واخد بطولة افريكا لسه من فترة. الاندية مع موسيماني. واخدها مرتين واربعة. واتنين تلات عالم. الطبيعي جدا حد يقول لك ايه. لك انا اخد كل البطولات خلاص يعني اقعد لي مسلا تلات اربع سنين مرايح. انا خلاص مش اعمل حاجة. لكن ان انا اخد الحاجات دي والجماهير تنسى وتبدأ تنتقد اللعيبة. لا ده اه ضغط جامل. عشان كده قلت لك ان الناشئين بتوع النادي الاهلي او نادي الزمالك هم اللي بيعرفين كونة التشيرت في ازمات. صح. شفت النادي الزمالك في الازمات اما توقف القيد مين اللي شل النادي? شبابه. صح. اولاد النادي. صح. في الاهلي دلوقتي اما حصل مشاكل والعبة رياحة. مين اللي شل النادي? الشباب. الشباب النهاردة. صح. هيا دي واقع المشكلة. صح.